بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله أخوة الطلبة درسنا في التسجيل السابق التكامل غير المحدد وعملنا جدول للتكاملات الشهيرة الآن سنحاول أن نأخذ بعض الأمثلة على هذا الجدول لو أخذنا المثال التالي احسب تكامل X تكعيب ضرب X5BDX لو طلعنا في جدول التكاملات السابقة لما وجدنا أي دالة عبارة عن حاصل ضرب دالتين لكن هنا لو استخدمنا معلوماتنا السابقة بالرياضيات ألا وهي خواص دالة القوة كان من الخواص أنه إذا كان عندك X أس ألفا مضروبة بX أس بيتا فإذا كان الأساس واحد فنضع الأساس المشترك ونقوم بجمع الأسس X أس بيتا زائد ألف زائد بيتا الآن لو طبقنا هذه القاعدة على الدالة المستكملة هنا لو وجدنا أن X أس ثلاثة ضرب X أس خمسة فنضع الأساس المشترك الذي هو X ونقوم بجمع الأسس ثلاثة زائد خمسة ثمانية بDX الآن أصبحت هذه على شكل التكامل القوة تكامل X أس N بDX ومعروف هذا نقوم بجمع واحد للإن والقسمة على الأس الجديد فإن حاصل التكامل هذا أصبح تكامل شهير X أس N زائد واحد على N زائد واحد زائد ثابت التكامل وهذا 8 زائد واحد هي 9 و8 زائد واحد زائد ثابت التكامل إذن هذا ليس شهير وإنما بإعادة الكتابة تحول من تكامل دالة مستكملة غير شهيرة إلى دالة مستكملة شهيرة تكاملها معروف الآن ننتقل إلى مثال آخر أيضا لو جئنا إلى الدالة التالية هي عبارة عن واحد تأسيم X تكعي إن هذه الدالة ليست شهيرة وغير موجودة في جدول التكاملات الشهيرة ماذا أفعل هنا في مثل هذا التكامل وهو يطلب مني حساب قيمة هذا التكامل بتذكر من معلوماتي السابقة في خواص القوة التي أخذتها في المراحل السابقة إن واحد على XS N يمكن إعادة كتابته بالشكل التالي إنه أرفع XS N إلى البسط ولكن عند تغيير موقعه من المقام إلى البسط أو بالعكس نغير إشارة الأس فيصبح XS N هذه خاصة من خواص الدالة الأسية فإذا طبقت هذه الخاصة على الدالة المستكملة هذه لحصلنا على واحد على X تكعيب تكتب على شكل XS 3 XS 3 BDX وهذا أصبح تكامل شهير وهو عبارة عن تكامل قوة XS N BDX نقوم بالجمع واحد للأس والقسمة على الأس الجديد أي أن XS 3 زائد واحد على سالب ثلاثة زائد واحد زائد ثابت التكامل وهذا ما هو إلا سالب 2 في المقام XS 2 زائد ثابت وهذا إذا أردت أن أعيد XS 2 إلى المقام فهذا يكتب على شكل سالب نصف بواحد على XS 3 زائد ثابت التكامل إذن هنا هذا التكامل ليس تكامل شهير ولكن بإعادة كتابته وإعادة كتابه تحتاج إلى القاعدة التالية فأصبح شهير ومكاملته حسب قاعدة التكامل للقوة الشهيرة كذلك الأمر إذا أخذنا مثال آخر لو أخذنا هذه الدالة إن هذه الدالة ليست شهيرة وغير موجودة في جدول التكاملات الشهيرة هذه الدالة المستكملة ولكن إذا تذكرنا معلوماتنا السابقة نعلم إنه الجزر النوني لXS M يكتب على شكل قوة هي X أس X هي بسط وقوة الجزر هي مقام أي يكتب على شكل قوة كسرية إذا عرفت هذه المعلومة فأستطيع أن أكتب الدالة المستكملة هذه بالشكل التالي X أس 2 على 3 بي دي إكس وبذلك أصبح من الشكل X أس M بي دي إكس وهذا شهير نقوم بمكاملته بجمع 1 للأس 2 على 3 زائد 1 تقسيم 2 على 3 زائد 1 زائد ثابت التكامل ولكن إذا واحد قال 2 على 3 زائد 1 2 على 3 زائد عدد كسر زائد عدد غير قابل للجمع لكن نقوم بتوحيد المقامات الواحد يكتب على شكل 3 على 3 2 زائد 1 هي 5 على 3 إذا فهذا X أس 5 على 3 تقسيم 5 على 3 زائد ثابت التكامل أيضا من المعلوم من المرحلة المتوسطة أن القسمة على كسر هي الضرب بمقلوب هذا الكسر فأستطيع من هذه المعلومية أن أكتب هذا بالشكل التالي 3 على 5 X أس 5 على 3 زائد ثابت التكامل إذن هذا دال غير شهيرة ولكن بإعادة كتابة الدال المستكملة على شكل قوة أصبحت شهيرة وستخدمت قاعدة القوة لحساب قيمة هذا التكامل أيضا ممكن ناخد مثال آخر لو أخذنا الدال المستكملة هي تانجنت X مقسومة على سيك X إن هذه الدال غير موجودة في جدول التكاملات الشهيرة ولكن ممكن بإعادة كتابة الدال المستكملة أن أحصل على تكامل شهير منها لكن هنا نحتاج إلى بعض المعلومات البسيطة وهي إن النسب المسلسية عندما درسناها هي عبارة عن ثلاثة هي ساين وكوساين وتنجن وهناك ثلاثة نسب مرافقة لها هي مقلوب الساين ومقلوب الكوساين ومقلوب التنجنت إن مقلوب الساين سموه للسهولة بالكوسيك ومقلوب الكوساين سموه سيك ومقلوب التنجنت سميه بكوتنجنت كذلك الأمر من المعلوم أن التنجنت بالتعريف هو ساين على كوساين فإذا أخذت التنجنت ما يساوي والسيك ما يساوي وعوضت هنا لاحصنا على العلاقة التالية إذن سأعيد كتابة الدالة المستكملة في البسط تنجنت التنجنت هو ساين على كوساين إذن هنا سأكتب ساين إكس على كوساين إكس في المقام سك والسك هو واحد على كوساين سأكتب هنا واحد على كوساين قلنا سابقا أنه كسر تأسيم كسر من سبت البسط ونضرب بمقلوب المقام فهذا ما هو إلا ساين على كوساين ضرب كوساين على واحد وهذا يساوي الكوساين تختصر مع الكوساين بيبقى معنا بيبقى ساين ضرب واحد هو ساين وواحد ضرب واحد هو واحد ساين إكس بي دي إكس ولكن هذا شهير هو سالب كوساين إكس زائد سالب للتكامل إذن الدالة المطلوب كاملة حساب تكاملة ليست شهيرة وبإعادة الكتابة للدالة المستكملة استطعنا أن نحولها من دالة ليست شهيرة إلى دالة شهيرة وذلك بواسطة إعادة الكتابة نجمع هذه التمارين ضمن هذه الصفحة إن شاء الله